يعني 11 منظمة ياخدوا 2 مليار وقادي في الأمم المتحدة في جينيف بيتكلموا على حول الإنسان في مصر قولك مفيش ومفيش ومفيش هو الناس دي بتدفع عن إيه الناس دي بتدفع عن إيه هو أنا ما عنديش وانا عندي مشكلة تعليم وعندي مشكلة صحة وعندي مشكلة تمويل وعندي مشكلة اقتصادية وعندي بيطالة 7-8% وعندي بلاوي هو ليه ما بيهتمش بالحاجات دي هو ليه الناس دي ما بيهتموش بالأمور دي ليه بيهتمو بس بحق الإنسان في قلة الأدم ليه بيهتمو فقط بحق الإنسان إنه الراجل يتجوز راجل والستة يتجوز ستة ليه بيهتمو فقط بهذه الأمور اللي فيها لا دين ولا عقيدة ولا ملة ولا أخلاق ولا وطن ليه بيهتمو بالأمور فقط اللي تحاول أن تفرغ المحتوى الأخلاقي لهذا المجتمع من محتوى تحاول أن تدمر الأسرة وتضرب الأسرة في مقتل ليه هذه الدول وهذه المنظمات بتهدف إلى هذا بالتأكيد عندهم هدف هدف هذه المنظمات مش حقك مش حق الإنسان الحقوق معروفة أنت عايز إيه كإنسان أنا عايز إيه كإنسان كل وقتين عايز تعليم عايز صحة عايز بيت عايز إقامة عايز حرية تنقل عايز لدي مواصلات عايز صفر عايز أولاده هو ده الحق هو لا شايف الحق حاجة تاني شايف الحق إن واحد يبقى زيان خلده من نجم حقه أن يعني يتكلم بمؤخرة حقيقة واحد تاني زي عمرو واكد اشتراكين ثوريين وهجيلكم دلوقتي حقه في قلة الأداب واشتمت الجيش والدولة واحدة تالتة رقيعة زي الليلان داود هو ده حق الإنسان من وجه نظر هذه المنظمات هو حق الإنسان في أن يكون بدون أخلاق حق الإنسان في أن يكون بلا إنسانية حق الإنسان في أن يكون بلا وطنية فعلا شيء يجعل إعمال العقل شيء من الجنون تفكير هؤلاء وإلحاح هؤلاء ومحاولات هؤلاء للإقاع بمصر في مراثن فكرة أنها ضد حقوق الإنسان أنها مع القتل خارج إطار القانون ومع الفصل التعسوفي ومع أنها ضد حقوق المرأة أكذيب في أكذيب استمر في الأكذيب فسوف تجد من يصدخك خاصة إذا كنت تدفع له هذه القصة